موسيقى اهلا بكم الى مجز الانباء سقطت اليوم قذفتاها وانطلقتهما مجموعة ارهابية مسلحة في محيط مطار دمشق الدولي وافاد مدير العمليات في المطار طارق وهيبة ان حركة الاقلاع والهبوط تسير بشكل طبيعي حيث اقلعت جميع الطائرات وفق البرنامج المقرر كما استقبل المطار جميع الرحلات المخططة في اطار الجرائم والمجازر التي ترتكبها المجموعة الارهابية المسلحة المدعومة من انظمة عربية واقليمية ضد المواطنين الامنين اضاف ارهابيون امس مجزرة جديدة الى سجلهم الدوموي راح ضحيتها عدد من المواطنين في قرية حطلة بريف دير الزور بينهم نساء واطفال وذكر مصدر مسؤول ان مجموعات ارهابية تابعة لجبهة النصرة هاجمت الاهالي والمواطنين في القرية وقامت بقتل ثلاثين مواطنا بينهم نساء واطفال بسبب رفضهم مؤازرة الارهابيين في اعمالهم العدائية التي تستهدف الاهالي الامنين واضاف المصدر ان الارهابيين قاموا باعمال سلب ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين ومنازلهم والاعتداء على دور العبادة وتدنيسها وسرقة محتوياتها اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع القادم الاوضاع في سوريا والتعاون الاقتصادي بين موسكو ولندن ونقلت وكالات روسيا عن كاميرون قوله في تصريح صحفي امس ان لديه علاقات جيدة ونزيهة مع الرئيس بوتين مضيفا لا توجد بيننا مواضيع لا يمكن نقاشها وستناول المباحثات المقررة في السادس عشر من الشهر الحالي التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وروسيا وبعض الجوانب الاقتجارة والاقتصاد التي تم التطرق اليها في سوتي كما سنتحدث عن سوريا لا يوجد مواضيع من المستبعة دمجها في اجندتنا من جهة اخرى قال كاميرون ان بريطانيا تنوي استغلال دورها كدولة مضيفة لقمة مجموعة الثماني الاسبوع القادم لمحاولة الجمع بين طرفي الصراع في سوريا لحضور مؤتمر سلام وقال كاميرون امام البرلمان علينا ان نستغل قمة الثماني لمحاولة الضغط على كل الاطراف لعقد مؤتمر سلام واتخاذ خطوة نحو تشكيل حكومة انتقالية في سوريا اوصل امين العام للامم المتحدة بان كيمون امس بتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لقوة الامم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان الاندوف المنتشرة في الجولان العربي السوري المحتل ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بان قوله في تقرير الى الامم المتحدة انه بسبب تطور الوضع في المجال الامني بات من الضروري ادخال تعديلات اضافية على عمليات القوة وهذا يفترض بالدرجة الاولى تعزيز القدرات الدفاعية الذاتية لقوة الامم المتحدة ومن ضمنها رفع عدد جنودها الى 1250 وتحسين تجهيزاتها وفي موضوع منفصل تراجعت بشكل كبير حركة دخول المهجرين السوريين الى الاراضي الاردنية عما كانت عليه خلال الاشهر الماضية فقد شهد الاردن منذ اربعة ايام تراجعا كبيرا في اعداد السوريين الراغبين في دخول الاردن فيما اكد مسؤولون اردنيون اتخاذ حكومتهم قرارا غير معلن باغلاق عشرات نقاط العبور غير الشرعية بين البلدين وتقنين حركة الدخول عبر نقاط اخرى الى ذلك يعاني الاف المهجرين السوريين الذين اجبرتهم المجموعات الارهابية المسلحة على ترك مدنهم وقراهم ومنازلهم باتجاه الاردن وغيرها من الدول المجاورة من الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات ما دفعهم الى تزويج بناتهم القاصرات ظنا منهم ان هذا الخيار يحميهن ويقدم لهن شكلا من اشكال الدعم في ظل ظروف انسانية قاسية وعلى الرغم من خطورة الاثار الاجتماعية لذلك الا ان الكثير من العوائل باتت تعتبر ان زواج الفتيات القاصرات يمثل املا بحياة جديدة لهن وخلاصا من الظروف المأساوية التي تعيشها هذه العائلات في المخيمات التي اقيمت للمهجرين السوريين في اطار سياستها التوسعية التهويدية اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي انها تخطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في شمال الضفة الغربية ونقلت وكالة السحافة الفرنسية عن صحيفة جيرزيلين بوست الاسرائيلية قولها ان هناك مخططات لبناء 538 وحدة استيطانية اضافية في مستوطنة ايتامار وتشريع 137 وحدة بنيت في وقت سابق في المستوطنة ذاتها اعتقلت سلطات والسعود عشرات الاشخاص خلال احتجاجات نظمتها هذا الاسبوع عائلات سعودية للمطالبة بالافراج عن ذويهم واولادهم المعتقلين في السجون السعودية دون تقديمهم للمحاكمة ونقلت رايترز عن ناشطين وشهود عيان قولهم ان قوات الامن السعودية حاصرت يوم الثلاثاء الماضي نحو 100 من المحتجين خلال مظاهرة خرجت في مدينة بريدا اكبر المدن في منطقة القصيم واعتقلت عشرات المتظاهرين نشرت وكالة الانباء الجزائري امس اول شريط مصول للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الذي يتلقى العلاج في مشفى عسكري في فرنسا منذ 48 يوما والتقط هذا الشريط خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس اركان الجيش الفريق قائد صالح للرئيس الثلاثاء وظهر فيه بوتفليقة جالسا مع الرجلين ومرتديا ملابس نوم وهي المرة الاولى التي يعلن فيها عن زيارة على هذا المستوى الى بوتفليقة منذ بدء مشاكله الصحية الاخيرة في السابع والعشرين من نيسان الماضي قضت محكمة الناحية بتونس مساء امس الاربعاء بسجن الناشطات الثلاث في منظمة فيمن مدة اربعة اشهر ويوم وفي حيثيات الحكم فقد حكم على المتهمات الاوروبيات بالسجن لثلاثة اشهر من اجل التجاهر بما ينافي الحياء وستة عشر يوما من اجل الاعتداء على الاخلاق الحميدة وخمسة عشر يوما من اجل الهرج والتشويش وانتقد المحام سهيب البحري قرار القضاء قائلا انه سيء جدا وغير مناسب بالنظر الى خطورة الافعال واعتبر ان الاحكام التي صدرت بحق عشرين متورطا في احداث السفارة الامريكية بالسجن سنتين مع تأجيل النفاذ كان الطفى بكثير على حد قوله اعلنت وزارة الخارجية الامريكية امس تعينا دوبرا جونس سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا بعد تسعة اشهر على مقتر السفير الامريكي في هجوم وقع في مدينة بنغازي شرق البلاد وذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان مجلس الشيوخ الامريكي صدق على تعيين جونس التي اقسمت اليمين امس الاول خلال احتفال اقيمة في وزارة الخارجية الامريكية وتعمل جونس حاليا في معهد الشرق الاوسط بعد ان شغلت منصب سفيرة لواشنطن في الكويت بين عامي 2008 و2011 وتخلف جونس المتزوجة من السفير الامريكي في باكستان ريتشارد اولسن في منصبها الجديد كريستوفر ستيفنس الذي قتل في الحادي عشر من ايلول عام 2012 اثر هجوم على القنصلية الامريكية في بنغازي تواصلت اليوم الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها تركيا منذ 14 يوما في ظل تصاعد حالة الرفض لسياسات رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية رجب طيب اردوغان التسلطية على الرغم من اعلان الحزب بانه سينظر في اجراء استفتاء بشأن تطوير حديقة جيزي في اسطنبول وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان محتجين اشتبكوا مع الشرطة بالقرب من السفارة الامريكية في العاصمة التركية انقرة ليلة امس بعد اعلان الحكومة استعدادها لاجراء استفتاء حول خطط تطوير حديقة جيزي التي اشعلت شرارة موجة الاحتجاجات في البلاد والتي ادت الى مقتل خمسة اشخاص كان اخرهم شاب توفي اليوم متأثرا بجروح اصيب بها في رأسه استقال نائب مدير وكالة المخابرات المركزية الامريكية مايكل موريل من منصبه مرجعا قراره في الاستقالة الى اسباب سرية وذلك بعد ايام قليلة من الكشف عن فضيحة برنامج التجسس والمراقبة التي تقوم به وكالة المخابرات وجهاز الامن القومي الامريكيان للحصول على معلومات شخصية لملايين الاشخاص داخل الولايات المتحدة وخارجها وذكرت السوشيت بريس ان موريل المعروف بدفاعي عن تقنيات واساليب استجواب المعتقلين القاسية اعلن استقالته في تصريح نشر الليلة الماضية وانا نائبة مساعد الرئيس الامريكي ايفريل هاينس حلت محله بعد مضي 33 عاما على عمله في المجال الاستخباراتي ختام الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا